بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر السادس Properties of Sections Moment of Inertia في جزئها الثامن نتناول إن شاء الله The Moment of Inertia في النارية باستعمال Integration Method وبنشوف إن شاء الله simple problem عشان نفهم به أفضل طبعا بالنسبة ل Moment of Inertia using the Integration Method عايزين هنا نحسب Second Moment أو أيضا يسمى Moment of Inertia نفس الشيء بالنسبة ل Area with respect to X and Y axis لو عندي مثلا الأريا هذه وأنا عايز أحسب لها Moment of Inertia بالنسبة لX وبالنسبة لY رح استعمل القاعدتين التاليتين IX بتسوي أنتجرل Y تربيع DA طبعا DA هذه هي Elementary Area DX ضرب DY طبعا هنا لو عايزين نحسبها نقدر نختزلها It will be simplified by chosen DA to be a thin strip يعني هنا في Band بدل أني أخذ DA بتسوي DX في DY رح أخذ Band مثلا هنا البند هذه وبتسوي A-X ضرب DY طبعا A-X هذه هي العرض وبالنسبة ل DY هذا هو الارتفاع وبتكون هذه طبعا Parallel to one of the coordinate axis لو أنت بتحسب I-X أو بتحسب I-Y يعني يمكن يكون البند بارالل لـ X أو أيضا هنا البند بارالل لـ Y حسب هل أنك تحسب I-X أو تحسب I-Y لو أخذنا على سبيل المثال Rectangular Area هنا عندي مستطيل وعايز أحسب Moment of inertia حول المحور X بتسوي تطبيقا لهذه القاعدة Integral Y تربيع DA طبعا DA هذه بتسوي حسب البند اللي عندنا هنا بتسوي B-D-Y يعني العرض هو B هذا هو العرض B والارتفاع هو D-Y DA بتسوي B-D-Y لو عملت Integral of Y تربيع طبعا Integral of Y تربيع رح يعطيني Y3 على 3 وطبعا لو عوضتها هنا ما بين السفر والـ H رح تحصل على H-S3 على 3 لو ضربتها بعدين بـ B رح تحصل على B-H-S3 على 3 وهي النتيجة التالية طبعا لو عندك أي مستطيل عايز تحسب Moment of inertia بالنسبة للمحور X تقدر تستعمل القاعدة هذه مباشرة نمر الآن إلى simple problem عندي هنا مثلث When we would like to determine the moment of inertia بالنسبة للمثلث هذا with respect to its base يعني القاعدة متاعه هنا يعني بالنسبة دي محور X عايزين نجيب I-X كم تسوي طبعا كم تحصل على دي محور X رح أخذ البند هذه أو هي بسميها ستريب البند هذه عرضها L وارتفاحها رح يكون D-Y فـ D-A أقدر عوضها بL D-Y For similar triangles عندي L على B هذه هي L يعني القاعدة الصغيرة هذه على القاعدة الكبرى هذه B بتساوي حسب المثلثات المتساوية بتساوي H-Y يعني مسافة من هنا إلى هنا على المسافة أو الارتفاع الكلي H هذا طبعا الحكاية بتقول أنه بصفة مختصرة المسافة هذه divided by المسافة هذه بتساوي الارتفاع هذا divided على الارتفاع الجملي H تقدر تجيب ال-B هنا فبتتحصل على L بتساوي BH-Y كله على H وطبعا بما أنه DA بتساوي L-DY رح أضرب ال-DY في L L هي هذه وأضربها في DY فبتحصل طبعا على النتيجة التالية وDA بتساوي B ضرب H-Y على H DY الآن رح أساوي الانتجريشن of DIX from Y بتساوي 0 ال-Y بتساوي H يعني من الصفر إلى حد ال-H I I X بتساوي Y تربيع DA طبعا ال-Y تربيع هذه أخليها زي ما هي هنا وال-DA رح أعوضها بالنتجة الوصلت لها في المرحلة السابقة وطبعا DA هذه بعوضها B في H-Y على H كله ضرب DY طبعا ال-B على H هذه B على H رح أخرجها برا لأنها constant ما عندها دخل في الانتجريل ورح أعمل الانتجريشن للباقي طبعا الانتجريشن بالنسبة H Y تربيع منص Y أص ثلاثة ما بين الصفر وال-H كله ضرب DY بيساوي H Y أص ثلاثة على ثلاثة منص Y أص أربعة على أربعة طبعا ما بين الصفر وال-H وتظل ال-B على H هذه برا الأنتجري زي ما هي فطبعا رح أضيفها هنا B على H أتحصل على النتيجة التالية الآن أعوض ال-Y ب-H وبعدين أعوضها بالصفر طبعا لو عوضتها بالصفر يعني ما رح تحصل على شيء رح تساوي صفر لو عوضتها بالـH رح تحصل على B على H ضرب H أص أربعة على أربعة ناقص H أص أربعة على أربعة عفوا هذه على ثلاثة فلو عملت العملية الحسابية وحدت المقامات وحسبت المجموع رح تحصل على I X بتساوي BH كيوب على أثناش شكرا على الانتباه موسيقى موسيقى